سياق مشاهدين الكرام في الأستوديو المهندسة سيرين حمشو المختصة في مجال الطاقة البديلة وطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية أهلا بك وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعم أهلا بك مرحبا كل الترحيب ماذا عن مشروع القانون هذا وما تعليقك عليها تحديدا سيدة حمشو نعم بالفعل هو المشروع تم توقعه البارحة في الحقيقة وما زال هناك الكثير من النقاط التي نحتاج إلى توضيحها من قبل القانونيين ومن قبل المحللين لهذا القانون طبعا القانون لم يأتي فقط للطاقة البديلة وإنما الطاقة البديلة هي جزء كانت الأكبر أخذت النصيب الأكبر حوالي 370 مليار دولار من قيمة الخطة الاستثمارية بالإضافة لقانون الضريب العادل وقانون الضمان الصحي لكن هذا القانون في الحقيقة يأتي كخطوة متقدمة لما بدأه بايدن منذ بداية توليه الرئاسة الجمهورية كما تعلم أول من أوائل الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن عندما تولى منصبه هو زيادة طاقة البديلة لعام 2030 من 12 جيجاوات للطاقة البحرية ل30 جيجاوات و25 جيجاوات للطاقة الشمسية فهذه الخطوة في الحقيقة هي خطوة مهمة ونصر أيضا للديمقراطيين حققوه في هذا القانون لكن نحتاج أن نفهم أكثر ما يعني هذا وكيف سيؤثر على البرنامج الطاقات المتجددة الذي بدأه منذ سنة وماذا عن التداعيات أيضا بشأن مشاريع الطاقة الحفورية؟ تماما هو هذا أحد الأمور التي يحتاج في الحقيقة إلى توضيح ويعني طلبنا نحن من منظمة الطاقة البديلة أن تجتمع مع منظمة مع مكتب المكتب هنا تقولين نحن من بالضبط؟ المطورين للطاقة البديلة في الولايات المتحدة مطوروا الطاقة البديلة وأنت من بين مطورين الطاقة البديلة وتحديدا طاقة الرياح تحدث هنا عن طاقة الرياح لأنها لها النصيب الأكبر بالمناسبة من هذا القانون فالجمعيات والمنظمات الطاقة البديلة في أمريكا طلبنا منها اجتماعا مع المكتب الفيدرالي لإدارة طاقة المحيطات كي نفهم ذلك خاصة أن أحد بنود بالمناسبة أحد بنود هذا القانون يشرط على إدارة الطاقة المحيطات الأمريكية أن يقوم بتأجير قطع بحرية لمشاريع الغاز والنفط لمدة سنة قبل أن يؤجر قطع بحرية أخرى لصالح طاقة الرياح البحرية فبما يعني أن هناك بعض الحدود على طاقة الرياح البحرية ربما ما قد يؤخر ربما استعمالها أو نتائجها في دفع الاقتصاد الأمريكي نحو هذه الطاقات المتجددة هذا من الأمور التي نحتاج في الحقيقة هل هذا نوع من التنازل أم هو فقط خطوة لدفع البشاريع النفط والغاز لتكون ابتداء هل هذا يعني أن القطع البحرية التي ستؤجل لصارح الطاقة البحرية ستكون أكثر مقابل أن تكون البداية للقطع البحرية التي ستؤجل لبشاريع النفط والغاز هذا أولا أحد الشروط الأخرى أن كي يستطيع مكتب إدارة الطاقات المحيطات الذي هو المسؤول عن إصدار المزادات العلنية وتأجير هذه القطع البحرية واحدة من الشروط أيضا أن عليها أن تؤجر لشركات الغاز والنفط بساحات تصل إلى 60 مليون فدان بمقابل تقريبا 24 مليون هكتار من القطع البحرية لصالح النفط والغاز لكي تستطيع أن تؤجر وتقوم بإصدار مزادات علنية لصالح الطاقة البحرية رغم أنه مشروع ضخم ولكن يبدو أنه كان وكأنه ثمت نوع من التوافقات لأرضاء الجميع والدفع نحو التغيير وهذا ما يطرح سؤالا هل الاقتصاد الأمريكي قابل للتغيير اليوم فعلا نحو هذه الطاقات المتجددة هل هناك استعداد هل هناك قناعة بأنها ضرورة ويجب الذهاب نحوها في أقرب الأجال نعم بالتأكيد طبعا لا أحد ينكر أن الولايات المتحدة الأمريكية متأخرة عشرين سنة من أوروبا في مجال طاقة الرياح تحديدا كانت سابقة في الطاقة الشمسية لكن طاقة الرياح تحديدا هي متأخرة عشرين سنة عن السوق الأوروبي لكن أمريكا هي أمريكا كما تعلم وسوف تتجاوز وسوف تواصل في سباقها لذلك بالتأكيد هناك تأثير على الاقتصاد الأمريكي هذا القانون بالتأكيد لن يشعر به يعني لن يشعر بنتائجه المواطن الأمريكي مباشرة لكن أعتقد يحتاج إلى سنتين إلى ثلاث سنوات لحتى نرى فعلا نتائج هذا القانون وتأثيره بالنهاية لصالح المواطن الأمريكي ما نتحدث عن المواطن الأمريكي باختصار شديد أعفاءات ضريبية بـ 7500 دولار لاقتناء سيارات كهربائية والسؤال الذي يطرح سواء كان في الولايات المتحدة أو غيرها هل فعلا السيارة الكهربائية صديقة للبيئة ونخدم معك بذلك بالتأكيد هذه وجهة نظر وهذا بالحقيقة أمر نراه ولا شك في ذلك حتى أن ولايات مثل ولاية نيويورك تقوم الآن بدراسة قانون لعام 2030 حيث ستمنع به بيع السيارات التي تعمل على الوقود الأحفوري كنوع من التشجيع المواطن لتمهلك يقتناء هذه السيارات الكهربائية على كل نشكرك جزيلا شكرا شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة أنت تأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية المهندسة سيرين حمشوا المختصة في مجل الطاقة البديلة وطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا أهلا وسهلا بك